اعصار يضرب الولايات المتحدة الاعصار ايدا ايدا هذا الاعصار الذي خلف خسائر قدرة حسب الاعلام الامريكي تتجاوز 90 مليار دولار ده الرقم من عندهم مش بتاعنا الاعصار ايدا للي تسبب خسائر كارثية واللي ادى ايضا الى يعني ضمار والى يعني تضرر كبير انقطاع قطع الكهرباء عن اكتر من مليون منزل امريكا بقول لها حاكوا الاعصار ده قطع مليون اسره ااسف اكتر من مليون اسره قطعت عنها الكهرباء بسبب هذا الاعصار الذي ضرب الولايات المتحدة الامريكية ولوزيانا وميسيسيبي وادى الى خسائر هائلة ضمار كارثي حدث في الولايات المتحدة الامريكية سلطات قامت بعملات اجلاء لعشرات الالاف من المواطنين من مختلف المناطق وخاصة المناطق الساحلية نفاز الوقود في بعض من نتيجة لتوقف ساعات طويلة في بعض هروب الالاف من المساكن زي ما احنا منشوف كده سرعة الرياح في هذا الاعصار ما بين 225 كيلو لمتين واربعين كيلو مترا عشان تعرفوا حجم دي احدى المستشفيات مستشفى السقف بتاعها طار واده شايفين المياه والمياه تغرق اماكن كثيرة جدا في لوزيانا وفي ايضا ميسيسيبي هناك ضمار كبير وطبعا الرئيس الامريكي انبارح طلع جو بايدن وقال انه ناشد الناس انهم يخلوا شايفين العصار بيعمل ايه شايفين قوت الرياح بتعمل ايه بتشيل اسقف منازل اسقف مستشفيات طبعا قطع طرقات ما فيش حد في الشوارع يعني نادره ما ينفعش حد يبقى واقف اصلا في الشارع خسائر بقول لي حاكوا بعشرات المليارات من الدولارات وده واحد من خسائر الكبيرة جدا لامريكا امريكا تتعرض لسنوات طويلة لموجات كبيرة جدا من العواصف والاعصير وتغير مناخي رهيب ادى لهذه المشاكل الضخمة ربما ده تاني اعصار ضخم جدا سبب هذه الخسائر الكبيرة الاكتر من 90 مليار دولار بعد اصار ربما 2017 وفيه 2020 كمان 2020 و21 خسائر فقط تجاوز 90 مليار دولار عصير السنة اللي فاتت والسنة دي فيه دين حاج الارقام قديه 2017 كانوا بتكلموا اكتر من 180 مليار دولار زي العصير اللي حصلت قبل كده ربما فيه الالفية وايضا فيه التمانينات اللي هي تجاوزة تريليون ومتين مليار دولار قالك بيمثل تريليون وتسعمائة مليار يعني اقرابة اثنين تريليون دولار قالك هذه الارقام تمثل تقريبا تسعة في المية من حجم الاقتصاد الامريكي وتمثل بكامل الاقتصاد الايطالي دي خسائر العصير التي ضربت الولايات المتحدة الامريكية شايفين حجم خسائر رهيبة تضرب الولايات المتحدة وادى هذا الامر الى ارتفاع اسعار الغاز لانه قالك المناطق الخاصة بالغاز والمناطق الخاصة بالبترول تأثرت طبعا وبالتالي تتوقف عن العمل بالكامل قدت للرفاع الاسعار زي ما احنا بتشوف كده هذه العواصف او هذا الاعصار الهائل الذي ضرب الولايات المتحدة الامريكية وايضا الى انقطاع كربعا عن حوالي مليون مواطن مليون اسرة قرابة المليون اسرة تضرر اعداد هائلة جدا في لوزيانا وميسيسيبي حال الطوارئ رفعت في كافة انحاء الولايات المتحدة بعد هذا الاعصار القوي فيه طبعا بعض ربما حدث بعض الاصابات بعض الوفيات خسائر طبعا كبيرة للغاية ربما ايضا هذا الامر هذا الاعصار كما تحدثت وسائل الاعلام الامريكية اللي استمر عدة ساعات واللي وصلت سرعته بتكلمه بين 225 كم الى 240 كم في الساعة وقالوا ان هذا الاعصار من العصير القوية جدا واللي ادى ايضا الى فيضانات تهدد حياة الناس وده اللي حذر منه الرئيس الامريكي مبارح جو بايدن لما طالب الناس انهم يلتزموا بالتعليمات من جانب الولايات ومن جانبه وانه الناس لازم تخلي يعني تحذيرهم انه الفيضانات اللي تحدث قد تهدد حياة المواطنين وانه رفع حالة طوارئ في الولايات اللي حصلت تعرض لها هذا الاعصار وانه البحر طبعا بالفيضانات اللي تمت واللي اغراقت عديد من الشوارع منازل متاجر زي ما احنا بتشوف كده اعصار من العصير القوية التي تعرض لها الولايات المتحدة الامريكية ادى الى تعرض كبير للمنشآت دمار كبير للمنشآت على نطاق واسع جدا في لوزيانا ومسيسبي تحديدا وانه العاصفة ربما يكون لها اكبر تأثيرات خطيرة اكثر والتحذيرات على مدار الساعات الماضية ادى ايضا انه ادى الى اجهاد زي ما قالوا كده اجهاد نظام الرعاية الصحية في لوزيانا تحديدا بيئة المستشفيات لخاصة كورونا اللي هم بيعانوا من كورونا وانه ما بقاش فيه رعاية كافية لانه ادى هذا الامر الى مشاكل ضخمة كمان تعرض لها المصابين مصابي كورونا على مدار الساعات الماضية ربما بيتكلموا على يعني كان من 16 سنة الاعصار كاترينا وقال انه ده كان احد اكثر العواصف الامريكية كارثية وفتكا وانه كان ضرب ساحل الخليج وهذا يأتي الاعصار الحالي اللي هو من الفئة الرابعة واللي ادى الى مشاكل فيه عدد كبير من المناطق الامريكية وخسائر بالمليارات بيتكلموا على الاعصار ده مع اعصار العصير العام الماضي تجاوزت خسائرهم 20-20 20-21 حتى هذا الاعصار تجاوزت 90 مليار دولار حجم الخسائر التي ادت لها العصير وبما فيها هذا الاعصار اعصار ايدا الذي ما زال يضرب الولايات المتحدة الامريكية هوريكم اشهد